لجنة شؤون الاقتصادية بمجلس النواب عقدت اليوم اجتماع برئاسة الدكتور علي مصالحي لمناشط تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الأداء الاقتصادية لشركات القطن عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2014 اللجنة قررت استدعاء وزير الزراعة صنفايد لمناقشته في حل أزمة محصول القطن حيث حمل عدد من أعضاء اللجنة الوزارة مسؤولية تظاهر المحصول اللي أدى لأزمات في شركات الغزل والنسيج أو مع شركات الغزل والنسيج